تمانية واربعين وتمانين هتتحول لكم? هتتحول لتمانية وتسعين وهتتحول لتنين وتسعين على الموبايل. كلام ده حقيقي ولا سحر ولا شعوازة? لا نجرب بقى. اضغط بقى هنا كده. عشان يحولك على الاضافة. بص ظهر لك ايه? ظهر لك ان الموبايل ان ان سرعتك على الموبايل هتبقى تنين وتسعين وتمانية وتسعين على الكمبيوتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة. في الحلقة دي هقدم لك ابسط واسهل طريقة تزود بها سرعة مدونتك على الورد بريس. الطريقة امنة وسهلة جدا ومجانية وفعالة مية في المية. انت بنفسك هتحكم عليها لما اطبقها على الموقع بتاعك. واعرفني في التعليقات ازا كانت نجحت معك الطريقة ولا لا. نبدأ على طول في الشرح كده عشان ما طولش عليكم. هتفتح الموقع بتاعك على وبعد كده تبدأ تطبق معي الطريقة بالتفصيل وبالترتيب اللي انا عامله علشان ما يحصلش معك اي مشاكل. الموقع بتاعنا هو الموقع اللي قدامنا ده هنجرب عليه. علشان نتأكد من صحة الطريقة. لما جينا فحصنا السرعة بتاعته زي ما انت شايف كده السرعة ضيعة خالص. تمانية وتلاتين على الجوال. وتقريبا هتلاقيها سبعين او سبعة وسبعين على الكمبيوتر. طبعا دي نتائج غير مرضية خالص ما تمفعش معنا ابدا. لازم النتائج دي تبقى الضعف. او توصل لمية في المية عشان احنا نبقى مقتنعين. تعني قفل بقى القيمة دي او نرجع لها تاني. اول حاجة هنعملها يا جماعة هنبدأ نشوف في ملف هتلاقيه في الوصف تحت الفيديو. هتفتحه هتلاقي فيه الكلام اللي انت شايف قدامك ده. التلات كلمات دول. التلات كلمات دول هم ثلاث اضافات. هنبدأ نسباتهم عندنا على الورد بريس. نبدأ باول واحدة كده هناخد النسخ. وبعدين نروح عندنا في الاضافات. هتلاقي عندك كده الاضافات. هتخش عليها وتبدأ تعمل هنضيف اضافة جديدة. ونعمل ايه? نعرف. اه الاضافة ظهرت معنا هي الاضافة دي يا جماعة. هنعمل لها ونستناها لحد ما تثبت خالص نعمل لها تفعيل. هنعمل لها تفعيل. ركز وطبق وراي الخطوات بالتفصيل علشان ما حصلش اي مشكلة عندك في الموقع بتاعك. عملنا خلاص انها مستنينها بس لتحميل يخلص وانها تبقى مية في المية. خلاص كده يا جماعة الاضافة بقت خلاص. هنيجي نعمل ايه بقى? نخش بقى على التفاصيل اللي هقول لك على دلوقتي. ركز اوي في اللي انا هوره لك علشان تبدأ تطبق بشكل صح. تخش على شايف العلامات دي? اعمل تفعيل لها كده. كل اللي شايفه قدامك ده اعمل له تفعيل. القائمة الرئيسية اللي ظهر قدامك دي كلها. اعمل الحاجات دي كلها تفعيل. حتى دي كمان لو انت حابب ما فيش مشكلة اعمل لهم تفعيل برضو. كل القائمة اللي انتش يفتقي قدامك دي اعمل لها تفعيل. تعال نخش على التانية احنا كده دخلنا على الخانة الاولى. الخانة التانية الكاش لو انت فعلته هو يعني برضو هيبقى كويس. لكن مبدئيا في مواقع ينفع فيها وفي مواقع لا. بس انت فعله برضو. تعال بقى على برضو فعله بالشكل ده كده. كل فعله بالشكل انتشاف قدامك ده. كل دي يا جماعة اعدادات داخل الاضافة نفسها. وتعالي على دول كمان فعلهم. انت كده كده عندك قدامك الحاجات دي كلها بتزود سرعة المدونة بتاعتك بشكل جميل جدا ومن غير ما تأثر على اي حاجة واحنا هنشوف دلوقتي. خلاص احنا كده فعلنا الجزء الخاص. تعال نخش بقى على الجزء ده ما تفعلوش. الجزء التاني ده فعله برضو. يزود معك السرعة. تمام. كده احنا بالنسبة لنا يا جماعة خلصنا. هنعمل حفظ. شايف الرسالة اللي ظهرت قدامك دي. ضغط على حفظ كده. كده خلصنا الاضافة الاولى اللي هي تعال نشوف بقى كده. مش هنفحص دلوقتي هنشوف بس الموقع بتاعنا شكله عامل ازاي فيه حاجة تعطلت فيه ولا لا. نشوف ازا كان فيه صور وقفت فيه حاجة وقفت بص على الموقع بص سريع كده. ازا كان في حاجة تعطلت فيه صور مش بتشتغل. الموقع بتاعك شغال عادي خالص مفيش فيه مشاكل. احنا كده لحد دلوقتي في السليم. بعد ما طبقت الاعدادات اللي ظهرت قدامك دي الخاصة بالاداة الاولى. تمام? آآ تبص على الموقع بص كده تشوف ازا كان فيه حاجة تغيرت او تبدلت ولا لا. فدلوقتي احنا اتأكدنا ان ما فيش حاجة. نبدأ بقى نروح على الاضافة التانية يا جماعة. هنعمل برضو اضافة. اضافة جديدة. نضيف اضافة جديدة. تمام? وعندك كده في البحس ده. هدي لك الاسم اللي انت عاوزه. الاسم اهو. مهم جدا الاضافات كلها بتكمل بعضها. هناخد الاضافة التانية. ونعمل بحس. ونستنى تفتح معاني. الاضافة هاللي هي زهرة قدامك دي جماعة. الاضافة اللي زهرة في الجنب دي. هتعمل لها انستغل. كل الاضافات شغلها مترتب على بعض. يعني لازم انت ثبتهم زي ما نثبتت بالزبط كده. هننتظرها لحد ما تخلص. خلص بعد ما تثبتت اعمل لها اكتف بقى. اعمل لها تفعيل علشان تبقى مفاعلة وجهزة معك. والخطوات اللي هعملها برضو في الاضافة التانية دي اعملها زي ما انا هعملها برضو بالزبط يا جماعة. شايف بص بالزبط بقى انا دلوقتي اه بعد ما فعلت هخش بقى على الاضافة التانية بالشكل ده كده. وهديها الايميل بتاعي. علشان تعمل تكامل ما بين الايميل بتاعي. ما بين المدونة لانها يعتبر مدفوعة. احنا هنستفد بس فقط لغير بالجزء المجاني منها. هنخش بقى هنا كده. عشان تختار الايميل بتاعك اللي هو الاساسي اللي موجود على المتصفح بتاعك. تختاره وتضغط اوكي وخلاص هو كده هعمل تكامل. لكن في خطوة هتطول شوية. انا هسرع فيها الفيديو علشان هو طبيعي انها هتطول ولازم ننتظرها. بص هو دلوقتي الاضافة بتعمل ايه? الاضافة دلوقتي تثبتت عندك على ورد بريس. وكمان بدأ تعمل آآ بعد ما ظهرت معك الجزئية ديت هتختار منها اي اختيار من هنا كده. ماشي. عشان تكمل بس اجراءات انك تسجلت جوه الاضافة. لانه لازم الاضافة دي يكون انت مسجل جواها. ودي مهمة جدا يا جماعة. ويعتبر اه احنا كده خلص خلصنا. هيبدأ بقى هتبدأ تعمل تحليل. شايف الشكل اللي ظهر قدامك ده? هتعمل لك تحليل للموقع بتاعك وتدي لك سرعته الاساسية والفعلية اللي موجودة دلوقتي. السرعة الموجودة فعليا دلوقتي هتديها لك اللي هي موجودة على الموقع بتاعك. وبعدها هتقول لك انا حسنت ايه? او عدلت ايه? بس بأمر منك. خليكم معايا لحد ما تكمل للاخر ونشوف. انا هسرع الفيديو شوية عشان نلحق نخلص عشان برضو ما يتولش معنا الفيديو. زي ما انت شايف كده دي مراحل بتمر بيها الاضافة. بتعدل او بتزبط الموقع بتاعك وبتعمل تحليل للبيانات الخاصة بكلها عشان تعرف فيه النقاط القوة ونقاط الضعف وتبدأ تحسن في النقاط الضعف او النقاط الاساسية المطلوبة علشان السرعة. تبدأ تحسنها. فبتديها فرصتها انت وتسيب الاضافة تحمل بالشكل اللي قدامك ده لحد ما تخلص خالص. بعد ما خلص بقى ايه اللي حصل? ظهر لك بقى دلوقتي البيانات اللي مفروض الموقع بتاعك هيبقى عليها. بيقول لك انه على سرعة الموقع بتاعك تمانين وبيقول لك ان على الموبايل سرعة الموقع بتاعك تمانية واربعين. تمانية واربعين وتمانين هتحاول لكام? هتتحول لتمانية وتسعين وهتتحول لتنين وتسعين على الموبايل. كلام ده حقيقي? ولا سحر ولا شعوازة? لا نجرب بقى. اضغط بقى هنا كده. عشان يحولك على الاضافة. بص ظهر لك ايه? ظهر لك ان الموبايل ان سرعتك على الموبايل هتبقى تنين وتسعين وتمانية وتسعين على الكمبيوتر. طب نتأكد ازاي? في تعديلة بسيطة ممكن تعملها هنا كده تخلي السرعة معك مية في المية برضو. لو دخلت على هنا كده مثلا. وقلت تجرب كمان بعد ما عملت تروح تجرب على الموقع بتاعك تعمل آآ فحص تاني. بس بعد ما ينتهي المفروض ان نستنى بعد ما ينتهي الاختبار الاخير ده. انا اخترت الاختبار الاخير وعملت ومستنى بس يخلص علشان ابدأ اعمل الفحص على موقع مرة تانية. هيبدأ يحمل هو جاب لك مية في المية على واربعة وتسعين على الهاتف. هو ده اللي احنا عاوزينه. اتأكد برضو لما تفتح موقعك كده يكون مفتوح ومفيش في اي مشاكل وما يكونش في اي حاجة وايزة مثلا صورة مش شغالة او حاجة مش شغالة لا انت عندك كل حاجة شغالة هو بعد ما طبقنا الشرح كامل. بالنسبة للاضافة الاخيرة بقى جماعة هي بتعمل لك ضغط للصور وتحسن لك موضوع الصور بالنسبة للسيو. فالموضوع دوت مهم جدا برضو حايف تستخدمها مفيش مشكلة مش حايف تستخدمها. فالاضافة التانية هي اهم واحسن حاجة بالنسبة للموقع بتاعك. وهي اللي هتزوط معنا السرعة ونعمل اختبار دلوقتي للموقع بتاعنا. ونشوف الفرق عامل ازاي. الاضافة الاخيرة دي انت بتثبتها وبتديها صلاحية انها تشتغل وخلاص يبقى انت كده بالنسبة لك عملت كل الاختيارات اللي احنا عاوزينها. يعني بص بص سريعة كده على الموقع بتاعك وتأكد منه وشوف بياناته كلها. وشوف ازاي اه وشوف ازا كان في اي اضافة ولا اي صورة ولا اي حاجة مش فتحة معك او مش شغالة. على طول توقف الاضافة او توقف الاضافات اللي احنا استطبناها كلها. لو لقيت في اي عطل عندك بتوقف الاضافات او بتشيلها وخلاص. من عندك من الورد برسم. تعال نشوف كده. هناخد رابط الموقع بتاعنا. ونروح على الفحص. احنا حطيني الرابط اهو. هنعمل تحليل. اتفاجئ بقى وبص بقى بنفسك كده وانبهر دلوقتي بالسرعة على الهاتف هتبقى عامل ازاي? والسرعة على الكمبيوتر تبقى عامل ازاي? كنا تمانية وتلاتين على الهاتف وكنا سبعة وسبعين على الكمبيوتر. دلوقتي شوف بنفسك ايه اللي هيحصل. علشان برضو تحكم انا بالنسبالي اه طبقتها على موقعين تلاتة وزبطت. تشوف النتيجة بقى الجميلة تسعين على الهاتف. من كام? من تمانية وتلاتين. وعلى الكمبيوتر خمسة وتسعين من سبعة وسبعين. يعني كانت سبعة وسبعين دلوقتي بقت خمسة وتسعين. وعلى الهاتف كانت تمانية وتلاتين بقت تسعين. فدي نتائج مبهرة جدا وجميلة جدا ومرضية لكل حد شغال على الوردي بريس يا جماعة. الاضافة الجميلة والاضافة الافضل والاحسن اللي احنا هتستخدمها هي الاضافة اللي سبتها لك دي اللي هي مكتوبة عليها عشرة ويب آآ سايد بوستارز. اللي هي الاخيرة اللي احنا اللي هي في النص الاضافة دي. طبعا انت عندك اختيار ان انت تشغل الاضافة دي لوحدها مفيش مشكلة. عاوز تشغل دي وتشغل دي مفيش مشكلة. لكن في النهاية خالص الاساس عندنا هي الاضافة اللي في النص اللي هي آآ بتبدأ تزبط لك الموقع كاملا وتعمل تحليل شامل للموقع وتدي لك السرعة بتاعته. طبعا النتائج دي يا جماعة مش عاوزة كلام. النتائج اللي انت شفتها قدامك دلوقتي نتائج مش عاوزة كلام بالعكس دي عاوزة انك تمسك في الطريقة دي بيديك وسنانك وتطبقها عندك في الموقع وتبدأ تعرفني في تعليقات. انا عاوزة جرب لك تاني علشان تتأكد بنفسك هنخش كده نحط الرابط بتاع موقعنا ونتأكد بنفسنا نعمل تحليل. هننتظر بقى لحد ما عملنا فحص ويبدأ بقى اشوف الجمال والحلاوة. كل ما بشوف اصلا النتيجة دي بكون ساعات جدا وفرحان ليه لانه انا بالنسبة لي ساعات بيبقى معاقت شوية في موضوع السرعة. بيبقى فيه تفاصيل كتير وفيه شغل كتير. وطبعا فيه اضافات كتيرة مدفوعة هي بتعمل الموضوع ده. طبعا واحد وتسعين على الجوال. وده ممتاز جدا من كان بقى جماعة من تمانية وتلاتين. واحد وتسعين على الجوال من تمانية وتلاتين كان الموقع ده تمانية وتلاتين سرعات على الجوال. وعلى الكمبيوتر ستة وتسعين. مفيش احسن من كده ومفيش اجمل من كده بالنسبة للورد بريس. سرعة جميلة جدا. طبقها وطبق الحلقة بالكامل. وابدأ اعرفني في التعليقات.